إيه الفرق ما بين إحنا بنتكلم عليه اللي هو وما بين الكمبيوتر والتليفون والأبليكيشنز اللي إحنا طول عمرنا متعودين عليها أنا ببسط الموضوع وبقول دايما الكمبيوتر اللي إحنا عارفينه التليفون اللي إحنا عارفينه والأبس اللي إحنا بنستخدمها دي كلها يا حضرات كانت بتستخدم حاجة اسمها برمجة ببساطة شديدة أنا بحفظ الكمبيوتر حاجات معينة يعملها بقوله لو دخلك ده اعمل ده لو حد ديس هنا طلع ده يعني ببرمجه بحفظه أما الارتفيشل انتليجنز فده كأنه طفل صغير مش بحفظه أنا بعلمه بدربه يعني حتى الارتفيشل انتليجنز دايما هيستعملوا كلمة تريينج أنا بمرنه بدربه على حاجة معينة كأنه طفل صغير بكبره واحدة واحدة وبعلمه وفي النهاية الطفل ده مش بيطلع حافظ المعلومات اللي هو الكمبيوتر القديم لا ده بيطلع فاهم فاهم رولز فاهم أساسيات وبدهيات حاجات زي البني آدم بالزلط فبالتالي لما أسأله سؤال أو أطلب منه حاجة يعملها هو مش بينفذ حاجة مدبر ماجه فيه هو بيفهم اللي انت عايزه وبيطلع لك النتيجة بناء على الفهم ده ولان الكمبيوتر أسرع من البني آدم بكتير ولان الكمبيوتر ما بيتعبش وما بيعياش وما بينامش نقدر ان احنا نخلي عنده يقدر ان هو يفكر بطريقة أسرع من البني آدم يقدر ان هو ينفس حاجات بطريقة أسرع من البني آدم هل هو النهاردة أزكى من البني آدم؟ لا أما ظنش إنما ناس كتير علماء كتير في الارتيفشل انتليجنس شايفين ان احنا راحين ناحية حاجة اسمه وهو الوقت اللي حيتقابل فيه زكاء الإنسان مع زكاء الارتيفشل انتليجنس وحيبه هو أسكى مننا وساعتها بقى حيقضي على البشرية كلها ويعني فيه science fiction كتير في الموضوع انما النهاردة احنا مش في الفكرة ان هو هل الارتيفشل انتليجنس ده مثلا حيموتنا لا هو دلوقتي بقى tool بيقدر يفهم شبه البني آدم ويقدر يعمل حاجات احنا نقدر نعملها بطريقة أحسن وأسرع وأضاق مننا ولو ما استفدناش بالcompanion اللي معانا ده الرفيق اللي جنبنا اللي بيقدر يعمل حاجات أسرع مننا وأحسن مننا هنتأخر كتير للناس كتيرة تانية هتستعملوا وإحنا هنفضل يعني بشر فقط إنما هو الناس التانين دول حيبه بشر معاهم super hero super power جنبهم